مرحباً، ها هي قصة جديدة وواقعية من الكتاب المقدس اليوم يجب علي أن أحدثك على عالم الله المخفي كل ما نعرفه على هذا الآلم قد فسر في الكتاب المقدس وأحياناً يصعب علينا الفهمة لذلك فأنا أحكي لك في كل قصة قليلاً عن هذا الشيء تعلم أن الله مخفي الكتاب المقدس يقول أنه روح وليس عنده جسد مثلنا الله كامل ليس فيه أي شر ولا ذنب وعالمه أيضاً كامل إنه يعيش مع مخلوقات تخدمه إنها الملائكة الله هو الذي خلق الملائكة وكل ملاك مختلف عن الآخر والكتاب المقدس يقول أن الملائكة لا تموت ولا تنجب مرة واحدة في حياتهم كانت لهم حرية اختيار بين الخير والشر تم ذلك في زمن بعيد جداً سترى في حكايات الأهد القديم من الكتاب المقدس كيف حدث هذا الشيء لكن الآن سأعمل لك ملخص صغير يسمح لك فهم الحكاية أحسن أجمل ملاك في السماء أي في العالم المخفي قد عصى الله أراد أخذ مكانه وأن يكون ملك الكون إذن الله عقبه وترده من السماء فهو الآن على سطح الأرض حتى يأتي عقابه الأخير إنه روح مثل كل الملائكة وله عدة أسماء لا بد أنك تعرف البعض منها كالشيطان أو إبليس في ذلك اليوم الذي طرد فيه كان يوماً مرهباً في السماء ولم يكن الوحيد إذ طردت معه ملائكة أخرى التي تبعته إنها الأرواح الشريرة الآن الملائكة والأرواح الشريرة ليس عندها الاختيار بين الخير والشر الملائكة طيبة ولا يوجد فيها عيب وهي في خدمة الله لكن الأرواح الشريرة لا تعمل إلا الشر وهي تخدم الشيطان على سطح الأرض لا نراها ولكنها تدخل في الأشخاص الذين لا يؤمنون بعيسى هؤلاء الناس يسمون المجانين نعم ما أقوله لك مخيف جداً ولكنني مضطرة أن أقول لك الحقيقة لكن اليوم سترى أن الله هو دائماً الأقوى في قصة العاصفة كما علمت فإن البحر والرياح أطاع عيسى وكل شيء توقف في لحظة ثم وصل إلى الجهة الأخرى من بحيرة الجليل والتي تسمى جدارة والمتمثلة في منطقة جبلية التي تحتوي على كهوف يدفن فيها الموتى فجأة ها هو رجل يجري نحو عيسى ويصرخ بكل صوته مسكين ليس فقط روح شريرة واحدة تسكن فيه بل هي كثيرة جداً إنها تؤذيه كثيراً وأصبح بسببها شريراً للغاية فهو يصرخ ويضرب الناس أيدة مرات قيدة بالسلاسل وذلك كي يتوقف عن عمل الشر لهم لكن الشياطين تعطي له القوة إذ يقطع السلاسل دائماً ويتحرر منها ثم يصرخ ويؤذي نفسه بالحجارة جارياً في الهضبات القاحلة يعيش في الكهوف إلى جانب الموتى إنه يتعذب كثيراً يا له من شيء فضيع عيسى يريد تحريره من الأرواح الشريرة وبما أنه الله فهو أقوى منها إذن المجنون يسقط عند رجلي عيسى متوسلاً إياه ابن الله العالي أتوسل إليك لا تؤذيني هذا الرجل لا يعرف عيسى لكن الأرواح الشريرة تعرف أنه ابن الله العالي وأنه أيضاً الله في حد ذاته تجسد في جسم إنسان إذن خافوا كثيراً عيسى يسأله ما اسمك؟ الشياطين تجيب من فم مجنون حشد لأن عددها كبير جداً نتوسل إليك لا تطردنا خارج هذا البلد نرجوك يا عيسى لا تنسى أن الله قد طرده من السماء عيسى لم يرحمهم بل أراد إنقاذ وتحرير المجنون لأنه يحبه بلد جدارة يقابل إسرائيل من الجهة الأخرى للبحيرة إنه بلد يسكنه غير اليهود إنهم يربون الخنازير التي تعتبر حيوانات ممنوعة عند اليهود بالضبط وجد هناك قطيع الخنازير إذن الشياطين تتوسل في عيسى أن يبعثها في أجساد تلك الخنازير لأنهم يعرفون جيداً أن عيسى يريد تحرير الرجل المسكين منهم عيسى فعل ذلك إذن ملايين الأرواح الشريرة بدأت تدخل أجساد الخنازير فجعلوهم مجانين في لحظة كل الخنازير بدأت تجري على الهضبات فرمت نفسها في مياه بحيرة الجليل كما تصورت إذن فقد غرقت كلها ولا واحد بقي منها من جهة أخرى نرى رجالاً يركضون منهم إنهم الرعاة أسرع لإخبار أهل البلد عن ما حدث يا لها من كارثة هؤلاء الناس فقدوا كثيراً من الأموال لأن خنازرهم قد ماتت وليس عندهم الآن ما يبيعونه شيء لا يصدق رجال البلد أتوا بسرعة لمعرفتي بدورهم ما حدث إذن هل تعلم ما وجدوه؟ فعلاً لم يبقى هناك أي خنزير كلهم غرقوا في البحيرة لكن ماذا لحظوا هناك؟ إنه شيء مستحيل الرجل الذي أرعب الجميع المجنون الذي يهجم الناس انظروا إنه جارس مع عيسى وهو في أتم عقله لابساً ثيابه لكن شيء مستحيل قد حدثاً لم يرى الناس أبداً حادثاً مثل هذا فهم يتساءلون عن الأمر لكنهم ارتاحوا من هذا المجنون الآن يمكن لهم العبور في طريق الجبل دون خوف هؤلاء الناس أرادوا معرفة المزيد من الأخبار عن الحادث الذي وقع فالرعاد حكوا لهم كيف عمل ذلك عيسى إذ حرر المجنون من الأرواح الشريرة التي دخلت في قطيع الخنازير التي غرقت في البحيرة للأسف كل هؤلاء الناس رد فعلهم كان غريباً جداً لا لم يفرحوا للرجل الذي حرر من الشياطين ولكنهم طلبوا من عيسى أن يرحل من بلدهم عوضاً أن يفرحوا فهم حزنوا لقد حزنوا على الخنازير المفقودة تصور لو أن عيسى يحرر مجانين آخرين هل تفكر أن هؤلاء الناس يؤمنون أن عيسى له القدرة على تكرار ذلك؟ هل تظن أن الشياطين تؤمن أن عيسى هو مخلص العالم وأنه الله؟ ها هو ما يقوله لنا الكتاب المقدس إنك تؤمن أن هناك إله واحد عملت عمل جيد الشياطين أيضاً تؤمن بذلك فهي ترتجف يعقوب 219 عيسى لم يلح على البقاء إذ لا نريد منه فهو يذهب إنه حقاً شيء مؤسف إذن صعد إلى القارب مع تلامذته ثم يعبر إلى الجهة الأخرى من البحيرة الرجل المحرر أراد الذهاب مع عيسى أرجوك هذيداً أبقى معك يا عيسى وأتبعك حيثما ذهبت لا يجب أن تبقى في بلدتك كي تحكي لعائلتك عن حب الله لك وتحريرك من الأرواح الشريرة هذا الرجل أطاع عيسى وليس هذا فقط بل ذهب ليروي للعديد من الناس في أنحاء كثيرة أخرى عن ما صنعه له الله الآن هذا الرجل قد منح له مكان في ملكوت الله إنك ترى حتى في يومنا هذا هذا ما يطلبه عيسى منا لما يحررنا من ذنوبنا من الشر الذي يسكن قلوبنا أن نذهب عند غيرنا من الناس كي نخبرهم عن فرحة الخلاص والتحرر من العقاب الشديد الذي ينتظر كل من ليس عندهم الإيمان والثقة الكاملة في عيسى ليس كل الناس تسكن فيهم الأرواح الشريرة لكن كل الناس ارتكبوا الذنب ويحتاجون إلى غفران الله لكل ما صنعوه من الشر لقد رأيت في هذه القصة أن هناك طريقتين للإيمان بعيسى سواء مثل المجنون الذي حرر من جنونه أو كأهل بلدته وأنت الآن سنصلي سيدي عيسى شكرا لك لأنك الله وأنك القدير إنك تستطيع تحرير الناس من الأرواح الشريرة وأنت الوحيد الذي يحرر القلوب من الشر شكرا لك لأنك تنظر في القلوب وتريد أن تخلص كل الأطفال من العذاب وكل من يسمع لقصتنا اليوم سيدي شكرا لك لأنك تريد إنقاذ الناس كي يدخلوا في ملاكوتك آمين الآن سنقرأ النص الوارد في إنجيل حسب مرقص الشطر الخامس الآيات من واحد إلى عشرين وجاءوا إلى عبر البحر إلى كورة الجادريين ولما خرجا من السفينة للوقت استقبله من القبور إنسان به روح نجس كان مسكنه في القبور ولم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل لأنه قد ربط كثيرا بقيود وسلاسل فقطع السلاسل وكسر القيود فلم يقدر أحد أن يذلله وكان دائما ليلا ونهارا في الجبال وفي القبور يصيح ويجرح نفسه بالحجارة فلما رأى يسوع من بعيد أركض وسجد له وصرخ بصوت عظيم وقال ما لي ولك يا يسوع ابن الله العالي أستحلفك بالله أن لا تعذبني لأنه قال له أخرج من الإنسان يا أيها الروح النجس وسأله ما اسمك فأجاب قائلا اسمي لجئون لأننا كثيرون وطلب إليه كثيرا أن يرسلهم إلى خارج الكورة وكان هناك عند الجبال قطيع كبير من الخنازير يرعى فطلب إليه كل الشياطين قائلا أرسلنا إلى الخنازير لندخل فيها فأذنى لهم يسوع للوقت فخرجت الأرواح النجسة ودخلت في الخنازير فإن دفع القطيع من على الجرف إلى البحر وكان نحو ألفين فاختنقا في البحر وأما رعاة الخنازير فهربوا وأخبروا في المدينة وفي الضياع فخرجوا ليروا ما جرى وجاءوا إلى يسوع فنظروا المجنون الذي كان فيه اللجئون جالسا ولابسا وعاقلا فخافوا فحدثهم الذين رأوا كيف جرى للمجنون وعن الخنازير فابتدأوا يطلبون إليه أن يمضيه من تخومهم ولما دخل السفينة طلب إليه الذي كان مجنونا أن يكون معه فلم يدعه يسوع بل قال له اذهب إلى بيتك وإلى آلك وأخبرهم كم صنع الرب بك ورحمك فمضى وابتدأ ينادي في العشر المدني كم صنع به يسوع فتعجب الجميع أقول لكم نلتقي عن قريب في قصة أخرى إلى اللقاء شكرا 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 شكرا